مجددا يحوم شبح الإفلاس حول اليونان مع اقتراب مساء هذا اليوم السامن من مارس آذار وهو الموعد الأخير لتوصل أثناء مع حملة سنداتها السيادية من مستثمر القطاع الخاص إلى اتفاق لاستبدال تلك السندات بأخرى أخف وطأة على اليونان وأقل فائدة للمستثمرين من جديد يعود احتمال إفلاس اليونان إلى واجهة الأحداث وهذه المرة من باب هو ديون أثناء لمقرضيها من القطاع الخاص الإفلاس قد يحدث ما لم يمتثل المقرضون من حملة سندات السيادية اليونانية لخطة إنقاذ تستوجب عليهم القبول حتى مساء اليوم الثامن من آذار الجاري كحد أقصى باستبدال سنداتهم بسندات جديدة تقل من حيث القيمة والمزايا عن الأصلية وتفقدهم زهاء ثلاثة أرباع قيمة أسهمهم عملية الاستبدال هذه ستغفض ديون أثناء وتجعلها متوافقة مع شروط خطة الإنخاذ الأوروبية ولكن المشكلة الآن تكمن في مدى امتثال الدائنين للاستبدال فقد تضطر أثناء عبر قوانين ملزمة أقرتها مؤخرا لإجبار الدائنين على الاستبدال ما قد تعتبره وكالات التصنيف الائتماني إفلاسا ويرى محللون أن أثاره المدمرة لن تقتصر على اليونان وحدها الحقيقة أن القضية لا تتعلق الآن باليونان الغارقة حتى عنقها بالأزمات المشكلة الآن تكمن في أن حدوث إفلاس تقني لليونان سوف ينسف كليا قاعدة سوق أدوات مقايضة الائتمان التي تعد بدورها أساسا لتأمين المخاطر في سوق السندات في العالم وقد يفضي ذلك إلى انهيار عدد كبير من المصارف العالمية ورغم قبول عدد من المصارف اليونانية والأوروبية الخاصة بشروط الاستبدال فإن عددا من سناديق التحوط من حملة السندات اليونانية ما زال يفاوض لتحسين الشروط ومع ذلك فنظرا للثمن الباهض الذي ستتحمله الأسواق في حال الفشل يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق حتى في اللحظات الأخيرة أما الفشل فيرى مراقبون أن تأثيره رغم جسامته لن يكون بحجم انهيار مصرف ليمن برادرس عام 2008 أعتقد أنه حتى ولو تجسد السيناريو الأسوأ الآن فإنه لن يروع المستثمرين على غرار ما حدث عند انهيار مصرف ليمن برادرس الذي شكل مفاجأة للجميع فالمستثمرون اعتادوا بقاء مشكلة اليونان مسلطة عليهم كسيف ديمقلس أما دخول المشكلة إلى بلدان أخرى وانتقالها إلى المنظومة المصرفية الأوروبية فلذلك حسابات أخرى الصورة ستتوضح صبيعة التاسع من أذار الجاري من حركة الأسواق وردة فعل سوق وفي حال سلمت الجرة هذه المرة أيضا فلن يطول الوقت حتى تجد اليونان نفسها على المحكم جديد بسبب شروط حقنة إنقاذ أخرى وستبقى البلاد تدور في دائرة مفرغة بانتظار الفرج حتى نضوج حل جذري لمعضلتها في برلين أو في بروكسل أنيسا بازيد روسيا اليوم